سجلت البطولة الجزائرية في موسمها الجاري 2023-2024 رقما سلبيا يتعلق بإقالة واستقالة المدربين لم يسبق تسجيله منذ أول موسم كورانوي سنة 629-1000 حيث بلغت التقنيين الذين غادروا أنديتهم عشر مدربين بعد مرور أربع جوالات فقط عن انتلاق الموسم الجاري بين ما تمت إقالته وآخر تقدم باستقالته وكان عبدالحق بن شيخ صاحب التتوجين القاريين مع تحدي العاصمة في موسم واحد آخر الأسماء التي تقدمت باستقالتها في خرجة انفاجأت جميع المتتبعين وفيما يلي قائمة المدربين الذين غادروا أنديتهم بعد أربع جوالات فقط معزب عكاز مولودية وهران عبدالقادر عمراني وفق سطيف نادير الكنوي أطلاتيكو بارادو عزيز عباس مقرايوس بوزيدي شباب تقبائل عبدالنور حميسي مولودية البيض اليامين بغرار شباب قسنطينا عبدالقادر يعيش أولمبي شلف مدرب شباب الوزديد وآخرهم عبدالحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر